اشتركوا في القناة ان الله يرزق من يشاء بغير حساب تذكر حاله قال ربنا هناك دعا زكريا ربه دعا ربه سجاب الله له جعته الملائكة تبشره وكل هذا فصلنا في دروس وحلقات وبرامج عدة وليس المقام مقامه لكن نصل إلى التسبيح فقال الله عز وجل له قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزة واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار هذا موضع الشاهد وسبح بالعشي والإبكار قال آيتك أي علامة لك لكن كان لا يقدر على الكلام لا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية أي وأن تتام الخلقة لكن هل هذا كان آية له أو كان عقوبة عليه ذهب قتادة رحمه الله من السلف أن هذا كان عقوبة لزكريا عليه السلام قال النحاس رحمه الله في رده على قتادة وقول قتادة هذا مرغوب عنها لا يقبل لأن الله عز وجل لم يذكر ذنبا اخترفه زكريا فيلزم منه هذا العمل ولم يخبرنا الله عز وجل أنه عاقب زكريا ونحن مع النحاس فيما ذهب إليه فنقول إن قول قتادة إن هذا عقوبة من الله لزكريا قول مرغوب عنه لا يقبل وإنما ذكرناه من باب زيادة علم السامع بما قاله العلماء حول هذه الآية الكريمة قال الله عز وجل قال آيتك حتى تطمئن نفسك حتى يأتيك الفرج حتى لأن المرأة تحمل في تسعة أشهر فحتى ترى المولود ترى يحيا الذي اختار الله جل وعلا له الإسماء لم نجعل له من قبل سمية آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا هذا استثناء إلا ماذا إلا رمزا والرمز هو الإيماء يكون أحيانا بشفتين ويكون بالحاجبين ويكون باليدين ويكون بغيرهما يكون بالرأس جملة وهذا دليل على أن الإيماء يقع مقام النطق دليل على أن الإيماء يقع مقام النطق ومن الأدلة على هذا حديث الجارية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك الجارية مع الصحابية الذي يملكها قال للجارية صلوات الله وسلامه عليه يا جارية أين الله قالت في السماء فقال صلى الله عليه وسلم لصاحبها أعتقها فإنها مؤمنة فهي المرأة أشارت برأسها إلى السماء أشارت برأسها إلى السماء فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد أن تقول في السماء فقبل جوابها كما قال العلماء في أمر وأصل من أصول الديانة فلغيب أن قبول الإيماء والرمز فيما هو دون ذلك من باب أولى وأحرى فقال الله عز وجل هنا للعبد الصالح والنبي المستجاب الدعوة الزكرية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزة ثم أوصاه الله جل وعلا قال واذكر ربك كثيرا ولا ريب أن ذكر الله حياة الضمائر وهنس السرائر وأقوى الذخائر والذاكرون والذاكرات من أعظم الخلق منازلا عند الله ثم قال له ربه وسبح بالعشي والإبكار فأنت وإن رزقت استجابة الدعوة وأخبرت أن مولودا ذكرا سيكون لك لكن ذلك من أعظم شكره ونيله أسباب نيله أن تكثر من التسبح وقد مر معنا كثيرا أن نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة وأوصى بنيه قال أوصيكم بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كنا كحلقة مفرغة لقصمتهن لا إله إلا الله وبسبحان الله وبحمده فإن صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق فالتسبيح من أعظم أسباب نيل الرزق كما دل علي حديث نوح هنا وهو عند أبي داود بسند صحيح ودلت علي هذه الآيات الكريمة واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذه الآية الأولى التي نتدارسها هنا في الحديث عن التسبيح تحت عنوان كان من المسلمين